ورّينا المنتج المصر الحلو قوي اللي اكتسح أسوأ العالم كلها وهو الوحيد اللي في الشرق الأوسط وفي المنطقة العربية واللينة ومميزاته هو فيه تكاوم؟ شركة حيوي لصناعة الأخشاب الحيوية تعتبر أول شركة في مصر والشرق الأوسط عملت صناعة الأخشاب الحيوية بتكنولوجيا ألمانية عالية متقدمة جداً على الأعلى مستوى ورّينا كده فرّجنا ده منتج عبارة عن خليط من بودرة الخشب والبلاستيك البولي إسيلين بألوان بديعة جداً؟ بألوان متميزة وجميلة جداً عن الخشب الطبيعي مش محتاج دهان مش محتاج دهان لأنه يعني اللون جوه الخلطة نفسه حضرتك بتختار اللون بتاع الخشب وأنا بصنع لك اللون اللي انت محتاجه في الخشب ده المنتج ده مميزاته عن الخشب الطبيعي إنه بيجمع بين مميزات الخشب والبلاستيك في نفس الوقت المنتجات ديت لها استخدامات كترة جداً في السوق ممكن نستخدمها في أرضيات حمامات السباحة ممكن نستخدمها في الأسوار ممكن نستخدمها في الكلادينج التجليد الكاريجية ممكن نستخدمها في البرجولات في اللوفر في المزلاط بنعمل بها أحواط الظهور في المراكب بنستخدمها طبعاً في أسطرح المراكب اشتغلنا في اللوفر في مراكب كتير جداً وعملت طفرة كبيرة في الغاطس بتاع السفينة كمان الأخشاب ديت يعني ما بتدعمش انتشار الحريق واللهب عن الأخشاب التانية أهم ميزة في مميزات الخشب البلاستيكي أو البيوت إنه منتج زيرو منتيننس زيرو منتيننس يعني مش محتاج سيانة حضرتك الأخشاب الطبيعية تعرضها للشمس واللموناخ في مصر وبقى عامل إزاي ودرجة الحرارة فإنت كل فترة هتحتاج أن انت تدهن المنتج وتعمل له عمليات سيانة دورية وكلام ده أما المنتج ده بيتركبه مرة واحدة بس ممش محتاج سيانة خالص لأن زي ما قلت لحضرتك المنتج اللون built in color داخل الخلطة نفسها تمام زايد إن بيتعمل عليه اختبارات سواء عملنا اختبارات داخل مصر وخارج مصر في مركز البحوث ومركز القياس والمعايرة في مصر واختبارات في مراكز المانية متقدمة جداً وعملت عليه اختبار في السعودية في مراكز كتيرة جداً وهنا في مصر جاية الاعتماد ايه؟ جاية الاعتماد مركز البحوث المصر وطبعاً المنتج تم توصيفه من 2010 عند جميع استشاريين جمهورية مصر العربية المكاتب الاستشارية بالكامل بدأت توصف المنتج للمشروعات الجديدة أنت بتقلب شكل المنشعة العقارية نعم يعني عايز اقولك معلومة ان لما تدخل اي مكان نعم طبيعه فيه بواسير الصرف فيه تكيفات وفيه مش عربية بضغط كل الكلام ده بضغط التقطات بتاعت الصرف طبعاً بتعمل تجليدة للحطة خارجية شكلها جميل بيتماشى مع شكل الكمبون بتعمل مزلة للعربية للسيارة قدام الفيلا بتعمل مزلة فوق في الروف بتعمل حضرتك صور حوالين الجنينة مش محتاج له صيانة زي ما قلت احداك مش محتاج له دهان فدي صناعة جديدة في مصر بدأت من 2010 بمصنع حيوي لصناعة الأخشاب الحيوية مصنع متخصص ببدينة السادات على مساحة 33 ألف متر مربع كم عامل بقى في المصنع؟ المصنع فيه حوالي مثلاً من 150 ل200 عامل مبدئياً وقابلين للزيادة لان فيه خطوط انتاج جديدة جاية في المصنع وبنطور طبعاً بنعمل تطوير على البروفايلات اللي موجودة عندنا مثلاً بتاع حوالي 50 بروفايل موجود في المصنع ما بين أعمدة برجولات ما بين أرضيات حمامات سباح ما بين استنبات تجهيد كل دي استنبات احنا بنمتلكها كل دي استنبات بنمتلكها في المصنع كوبستات السلم نفسها احنا بننتكها حضرتك دخلين في مشروع صدق جون في السحل الشمال ومشاريع رأس الحكمة بإذن الله الفترة اللي جاية بنركب حالياً أكبر كومباوند أو من أكبر المشروعات اللي موجودة في المملكة العربية السعودية كومباوند الأصالة في جنوب الرياض دخلين مع شركة حسن علام في مشروع بنان في شمال الرياض بتاع المنتصف بتاع المتاورة كاري شامتال عبد المصنع بصرح كده بالضبط بالتحديد حضرتك اليوم أكتر من استثمار هناك احنا مدخلين المنتج معهم كشراكة مشروع كايرو جيت اللي هو على الصحراوي مشروع بيل فيه شركة إعمار جزرتنا في المصر ستشارين الكبار جداً اعتمدوا المنتج ومبهروا بيه ومشاء الله ما فيش أي مشاكل حصلت خالص في المنتجات بتاعتنا